ياسين عدلي يفجر غضب جماهير ميلان آدم زرقان مطالب في البريمير ليك ثلاث مواهب جزائرية جديدة في قائمة ليل ضد نادي كلاكسويك أمين قويري إعلاني اللعب مع بلدي الجزائر حرارني أرقام رائعة لبن سبعيني في مباراة الميلان الكاف تبدأ عدها التنازل لإنطلاق كأس أمام إفريقيا 2023 زميل العروسي يؤكد تعلق اللعب بالجزائر ومدرب المنتقب المصري يكشف قائمة لعيبه المعنية بمواجهة الخضون أهلا بكم إذن ما يفعله جنون ياسين عدلي يفجر غضب جماهير ميلان أشعل استيفانو بيولي مدرب ميلان الإطالي ثورة غضب بين جماهير الفريق بعد أن جدد تجاهله لللاعب الجزائري ياسين عدلي وكان بيولي فضل عدم الدفع بلاعب الوسطة الجزائري منذ البداية أمام بوروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل السلبي ورغم حصوله على وقت لعب قصير إلا أن النجم الأسبق لبوردو الفرنسي نجح في تقديم مستويات قوية وهو ما جعل موقع سوفا سكور يمنحه تقييما مميزا جنون بيولي هاجم جماهير روسونيري الناشط عبر منصات تواصل اجتماعي المدرب ستيفانو بيولي على خلفي تفضيله الدفع باللاعب طوماسو بوبيغا على حساب ياسين عدلي في خط وسط الملعب وقال المشاجع في تغريدة نشرها على منصة اكس تويتر سابقا لو يفعلها بيولي مجددا ويدفع بكالابيريا وبوبيغا على حساب فلورنزي وعدلي فينبغي طرده وتابع مغرد ثاني بيولي قام بها فو لا تختفر بالاعتماد على طوماسو بوبيغا مكان ياسين عدلي وأضاف مغرد آخر بيولي يستحق الإقالة بسبب قراراته الغريبة ومنها الدفع بيوبيغا على حساب عدلي في خط الوسط وختم مغرد آخر بقوله بيولي المجنون يعتقد أن ياسين عدلي ما زال غير قادر على تحمل ضغوط دوري أبطال أوروبا ماذا قدم عدلي أمام بوروسيا دورتموند خطف النجم الجزائر الأضواء خلال مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند لينال إشادة واسعة من قبل جماهير ميلان وحقق ياسين عدلي نسبة نجاح في التمرير بلغت 91% حيث أخطأ في تمرير واحدة من إجمال 12 قام بها خلال موقعات سيجنال إيدونا بارك كما فاز ياسين عدلي بصراعين من إجمال أربع جماعته بلاعبي الفريق الألماني وخسر الكرة في ثلاث منافسات فقط وقام عدلي باستخلاصين ناجحين فضلا عن تشتيته الكرة مرتين ونجح كذلك في تمرير مفتحية وحيدة كادت أن تأتي بهدف لصالح فريقه آدم زرغان مطلوب في البريمير ليك كشفت تقارير إعلامية محلية أن اللاعب الدولي الجزائري آدم زرغان على رادار فريق لوتونتاون الإنجليزي من أجل التعاقد معه خلال المريكات والشتوي المقبل وأكدت صحيفة ريفالي تي ديزات أن متوسط ميدان الخضر آدم زرغان أصبح من أولويات الصعاد الجديد لدور الإنجليزي نادي لوتونتاون من أجل الظفر بخدماته خلال فتاة انتقالات الشتوية القادمة وأضافت ذات الصحيفة أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضا للجزائري زرغان من أجل إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن ويعد لعب خضر آدم زرغان من بين أفضل لعبي خط الوسط في الدوري البلجيكي الممتاز خلال الموسم الماضي ثلاث مواهب جزائرية جديدة في قائمة ليل ضد نادي كلاكسويك شهدت قائمة نادي ليل الفرنسي المستدعات لمواجهة فريق كلاكسويك اليوم ضمنها منافسات دور المؤتمرات الأوروبي تواجد أربع لعبين جزائريين ويتعلق الأمر بكل من أمين مسوسة 19 سنة آدم فيز 18 سنة هشام فرح 18 سنة وحاكم زددكا 28 سنة وعرفة القائمة غياب لعبين جزائريين هما نبيل بن طالب وآدم والناس بداعي الإصابة أمين قويري إعلاني لعب مع بلد الجزائر حراراني تحدث المهاجم الدولي الجزائري ولعب نادي ران الفرنسي أمين قويري في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نادي فياريال إسباني عن بدايته السيء رفقة فريقه هذا الموسم وقال أمين قويري بداية كانت سيئة نوعا ما مع ران هذا الموسم أنا على علم بذلك علي الرفع من مستوى لعبي أنا قادر على ذلك وأضف قويري أعتقد أن أعلاني باللعب مع الجزائر قد حررني يمكنني المضي قدما بسلام الآن والتركيز مع فريق ران أرقام رأي علي بن سبعين في مباراة الميلان قدم المدافع الدولي جزائري ولعب نادي بوروسيا دورتموند رامي بن سبعين مباراة رائعة أمام فريق أيسي ميلان لحساب الجولة الثانية من مصابقة دوري أبطال أوروبا وشارك مدافع الخضر بن سبعين أساسيا حيث تحصل على تنقية 8.3 حسب تقييم صوفا سكور المختص في إحصائيات كرة القدم وإليكم إحصائيات المدافع الجزائري رامي بن سبعين أمام نادي أيسي ميلان ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا نسبة التمريرات الصحيحة 83% التمريرات المفتحية 2 الصراعات الأرضية 11 على 12 الصراعات الهوائية 2 على 2 العرقلات الناجحة 6 تدخلات الكاف تبدأ عدها التنازلي لانطلاق سمم إفريقيا 2023 أعلن الاتحاد الإفريقي لكورت القدم الكاف عن انطلاق العد التنازلي لموعد انطلاق الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2023 ونشرت الكاف عبر موقعها الرسمي بيان أوضحت من خلاله بقى مئة يوم عن الموعد المحدد لانطلاق نهائية أمم إفريقيا كما أكدت الكاف بأن انطلاق الطبعة المقبلة من الكان سيكون يوم ثلاثة جون في المقبل وستدوم إلى غاية 11 فيفري يذكر أن المنتخب الوطني كان من أول المنتخبات الأربع والعشرين التي ضمنت تأهلها إلى نهائيات أمم إفريقيا 2023 والمقررة في كود يفوار زميل العروسي يؤكد تعلق اللعب بالجزائر نشر الوافت الجديد لصفوف المنتخب الوطني ياسر العروسي محادثته رفقة زميله توثق الوعد الذي قطعه اللعب بتمثيل المنتخب منذ صغره وتضمنت المحادثة التي نشرها الظاهر ياسر العروسي أمس الأربعاء برحيث به الرسمي على الإنستجرام تهنئت أحد زملاء اللعبين لاختياره تمثيل الخضر كما كتب زميل العروسي محادثة اللعب أهنئك على اختيار تمثيل المنتخب الجزائري لقد كنت تكلمتك كرجل منذ أن كنت في فئات أقل من 13 سنة وبالتوفيق مستقبلا ومن جانبه ياسر العروسي علق على المحادثة التي جمعته مع زميله بالقول كلمة ليست من الأمس مدرب المنتخب المصري يكشف قائمة لعبيه المعنية بمواجهة الخضر كشف مدرب المنتخب المصري البرتغالي روي فيتوريا اليوم الخميس قائمة لعبيه المعنية بالمواجهة الودية التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني ونشر الاتحاد المصري لكورت القدم عبر حسابه الرسم قائمة اللاعبين الذين اختارهم روي فيتوريا لهذه المباراة وضمت القائمة التي اختارها الناخب المصري 25 لعبا يتقدمهم الدولي المصري ونجم نادي ريفربول محمد صلاح يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظره المصري في لقاء ودي تحضيري يوم 16 أكتوبر الجاري بملعب العين بأبو ظبي وفي الأخير وصلنا إلى نهاية الفيديو لهذا اليوم لا تنسوا دعمنا بالقناة جامعة تعليق للفيديو اشترك بالقناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم